أنا حبيت أدي لحضراتكم هذه الرؤية المكاملة لهذا المشروع العملاق ويمكن قبل مختن كلامي أنا حابب أأكد على نقطة مهمة الدولة المصرية والحكومة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح اللي موجودين على هذه الأرض المخصصة للمشروع بتعويدهم تعويض كامل نقداً وعيناً التوجيه وأنا بأكد علشان ما يوثرش أي لغط في هذا الموضوع وبأكد عليه إحنا ملتزمين بالكامل إحنا حصرين كل المتواجدين على الأرض ومحصرين كل المباني وحصرين كل الأراضي الزراعية الموجودة وبالأنا آسف أقول بالنبتة الوحدة وبالتالي الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي الكامل وأيضاً تعويض عيني الدولة مخططة أنها جنوب الطريق الدولي الساحلي على طول الطريق الساحلي سيتم إنشاء تجمعات للأهالي لنقلهم لها يعني عشان يبقوا في نفس المكان وقاربين منه لأن المتوقع أن هم اللي حيستفيدوا استفادة مباشرة من عملية التنمية هم اللي حيشتغلوا وهم اللي حيخدموا على هذا المشروع الكبير وحيكون هم المستفيدين بصورة مباشرة من مشروع حيستمر يعني إلى ما شاء الله فبالتالي هم حيبقى هناك التزام كامل بتعودهم بكل شيء والدولة بالفعل اللي بدأت في الجلوس معاهم وإن شاء الله مخططين أن هذا الموضوع يخلص بأسرع وقت ممكن مرة أخرى أنا حبيت أن أعرض على حضراتكم كل هذه المنجزات والإنجازات اللي احنا بتتم من خلال هذا المشروع العملاق وأؤكد على شيء مهم جدا الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر وبترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات أن احنا ننفذها في أكثر من مكان وفي أكثر من مجال على أرض مصر لأن في الآخر هي تنمية متكملة بتحقق الهدف بعمر الأرض بخلق فرص عمل لولدنا وبحقق استثمار وبحقق زيادة للاقتصاد المصري وأيضا المستثمر اللي بيجي بيكسب وبيستفيد